نظمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومنظمة هيومن الدولية مؤتمرا صحفيا خاصا بإطلاق تقرير هيومن رايتس ووتش الجديد تحت عنوان بس بدي ابني عيش مثل باقي الأردنية تناولوا خلاله الانتهاكات التي تقع على أبناء الأمهات الأردنيات كونهم يكافحون لنيل الحقوق والخدمات الأساسية في الأردن أهمية هذا التقرير هو يوضح بأنه يوجد هناك تمييز صارخ بين الرجل والامرأة في الأردن وهو موضوع طبعا تم تدوله منذ فترة طويلة من قبل النشطاء ومن قبل الجمعيات والمجتمع المدني ولكن لم يصل إلى حد أن هذا القانون يتم تغييره ويتم تعديله من قبل البرلمان وطبعا بخلال إصدار هذا التقرير نحن نأمل كمنظمة Human Rights Watch أن نعيد النقاش في الأردن بخصوص هذا التمييز الصارخ الذي يحصل للسيدات المتزوجات من الأجانب ومن جميع العواقب لأبنائهم الغير مواطنين وأن يصل إلى تعديل القانون الجنسية في الأردن لكي يضمن السيدات ويمنح أيضا السيدات الحق في منح أطفالهم الجنسية الأردنية بينما أشار التقرير إلى عدد أبناء الأردنيات من آباء غير أردنيين والبالغ عددهم 355 ألفا وتسعمائة وثلاثة وعشرين ابنا مسجلين بدائرة الأحوال المدنية والجوازات وبحلول فبراير 2018 كانت السلطات قد أصدرت ما يزيد قليلا عن 72 ألف بطاقة هوية خاصة أي أقل من 20% من عدد المستحقين لها أن الجنسية هي ليست نسبا وإنما هي علاقة بين الدولة وعلاقة قانونية تحديدا بين الدولة والمواطن وتبنح بشكل أساسي إما على رابطة الدم سواء للأب أو الأم أو على رابطة أول كليهما أو على رابطة الأرض المولد البلد التي يولد فيها الشخص أو على الإقامة يعني خلال سنوات ليناقش التقرير من جديد بنود قانون ما زال يحرم النساء من الحق في نقل الجنسية إلى أبنائهن وكثيرا ما تؤدي مختلف أشكال الإقصاء والتمييز التي يواجهونها إلى تقديد فرصهم المستقبلية ورغم وعود حكومية تجلت بمنحهم كافة حقوقهم إلا أنها مجرد حبر على ورق بينما يستمر أبناء الأردنيات من غير المواطنين في مواجهة قيود قانونية تدفع الكثيرين منهم إلى هامش المجتمع الأردني لتترك منه فردا تائها بين حق مهمش وآخر ضائع